صباح الخير انتوا راح تشوفوا هيدا الفيديو المساء بس انا عم صوروا الصبح وبدأي لكم كل عاموا انتوا بخير وهيدا اول فيديو للعام 2021 ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وايضا ان شاء الله قدم لكم المزيد والمزيد من كل شي بتحتاجوا بحياتكم طبعا لحتى نتطور نحو الافضل دائما بالحقيقة راح خبركم شخص قديم بعرفه له اكتر من سنة مش متصل فيه هاتلا نشوف شو بده اكيد بده شي هيدا ما بيتصل الا اذا بده شي الو اهلا اهلا كيفك صباح الخير نعم تسلام تسلام خدمة بدك خدمة اه تفضل شو هي الخدمة اهه اوكي وانا بدي خدمة كمان انت بدك خدمة وانا بدي خدمة شو رأيك هيكسرنا اتنين بدنا خدمة سكّل بتمنى تكون الرسالة وصلت من هيدا الاسكتش الصغير اللي عملته عم نحكي عن الشخص المصلحجي اللي بيطلب منك واللي ما بيحكيك واللي ما بيسيرك واللي ما بيطصل فيك الا اذا بده منك مصلحة او خدمة او طلب نحنا مش ضد خدمة الناس ومش ضد مساعدتهم ومش ضد انه يكون في تبادل تعاون بين العالم ولكن على شرط انه ما يكون كل هدفهم الوحيد هو هيدا الطلب وهيدي المصلحة هون بيصير اسمه استغلال وبيبطل اسمه تعاون ومساعدة فالطلب اللي بدكم ترفضوه هو اي طلب بيطلبوا منكم الشخص اللي ما بيحكي معكم بتلاحظوا الا اذا بده مصلحة او طلب واللي ما ايضا بتلاحظوا بيصير بده يجاملكم ويستغل زكاءه العاطفة للأسف لان هالنوع من الناس الاستغلاليين بيكون عندهم زكاء عاطفة يعني لسانهم حلون احنا بنقول باللبناني بيعرفوا كيف يساروا يحكوا بيصيروا يجاملوك لحتى يوقعوك بشباكهم ومن بعدها بيصطدوك لحتى يطلبوا منك الطلب او الهدف لهن بده نيام منك كيف بتعرف انه استغلالي بكل بساطة اما مثل السكتش اللي انا مثلته يعني هيدا شخص مثلا له سينة مش حكينه ومش متصل فيه ولما اتصل فيه كان بده خدمة كان بده مصلحة او اذا شخص بيحكيكم دايما عادي ولكن دايما في عنده مصلحة ودايما بده هو يطلب منكم انتو تعطوه وبالمقابل هو ما بيعطيكم شي يعني هيدا شخص عادة الشخص الاستغلالي بيجمع بين الانانية والاستغلالية والانانية مختلفة عن النرجسية النرجسية هو الشخص المتكبر المسموم اللي بحب يحطك اللي بحب يدايما يبين انه اهم منك بينما الاناني ممكن بالعكس احيانا يظهر لك انه انت اهم منه بس لحتى يوصل لهدفه او مصلحته اللي هو بده اياها لاله لانانيته لنفسه يعني بده كل شيء له النرجسي كل نرجسي هو اناني واستغلالي ولكن ليس كل استغلالي واناني هو نرجسي هيدا نقطة كتير بدنا ننتقل له لا لا لانه الشخص الاناني مثل ما قلنا احيانا مثل ما قلنا بيظهر لك لطافته وبيظهر لك اديه صفاتك حلوة على العكس النرجسي ما بيظهر لك ابدا صفاتك الحلوة والايجابية الاناني واللي عنده زكاء عاطفي والاستغلالي عادة بيصير يخبرك صفات حلوة وايجابية فيك لحتى مثل ما قلنا يصطادك ومن بعده يطلب الطلبات لهو بده اياها لنفسه كل اللي عليكم تعملوه بالمستقبل لما تكتشفوا هيدا الشيء انكم ترفضوا طلبات اي طلب بيطلبوا منكن ولكن بطريقة لبقة وهيدا الفيديو هو هدفه اني علمكن كيفية ترفض بطريقة لبقة افضل طريقة لبقة لما تحرج او لما تخجل هي عندك طريقتين اما انك تبرر له بمعنى انه انا هيدا الفترة مشغول او عندي ضغوطات ومش قادر اني اخدمك هيدا الخدمة او تقل له لما سير قادر ممكن اخدمك اياها وبالتالي خلينا نقول تأجله بطريقة مهزبة والطريقة التانية اللي انا بفضله واللي انا بستعمله عادة هي خلي الشخص يطلب وقل له تكرم ولكن انا كمان عندي طلب بدي اطلبه منك وعندي مساعدة بدي اياها منك وانت بالفعل اي شي بتحس هيدا الشخص قادر يساعدك فيه اطلبه بدون اي احراج كيف هو احرجك بالكلام الحلو وبالطلب انت احرجه ايضا سمعه نفس الكلام يعني عم نعمل تكوين عكسي وبالفعل اطلب منه اي طلب هون رح تلاحظ انه مباشرة تهرب وهيدا الشي اللي انا بدي منك تعمل وما تكون وقح ارفض بلا باقة وهيدا الطريقة لحتى ما تنحرجه ولحتى تضلكن انتو مسايدرين على هيدا الشخص بطريقة زكية طريقة زكية يعني هيدا الكتاب اللي طلبتو اشرح لكن عنه واللي هو الزكاء العاطفة رح اختصر لكم كل هيدا الصفحات لهني اكتر من 380 صفحة رح اختصر لكم هني بكلمتان او بعبارة صغيرة مثل معوتكن انا عادة بوفر عليكم قراءة الكتب اللي احيانا قد تكون للمتخصصين وفيها مصطلحات صعبة وتحتاج لوقت فانا رح سهل لكم هيدا الكتاب واللي هو الزكاء العاطفة بعبارة صغيرة الزكاء العاطفة هو انك تعرف مشاعرك وانك كمان تقدر وتقدر تقرأ مشاعر الاخرين وتقدر تقرأ او تعرف ردود افعالهم والاشياء اللي بيحبوها والاشياء اذا سمعوها او اللي اذا عملتلون اياها بتخليهم يكونوا اما فرحين او غير فرحين لاي عم نقول الزكاء العاطفة قادرين نستعمله بالحلال يعني بالخير لنخلي الناس سعدة ولنساعد الناس ونخدمهم ونخليهم فرحين بحياتهم وفينا نستعمله للأسف بطريقة شريرة وكتير ناس مثل الاشخاص الاستغلاليين بيستعملوه بطريقة شريرة واللي هي لا الاستغلال ولا نشر خلينا نقول الاحباط عند الاخرين لان انت بالحقيقة تحبط لما تحس انك خدمت هيدا الشخص وبالتالي هو عم يستغلك وتكتشف هيدا الشي رح تحبك وهون انت اي طلب بيطلبوا منك شو ما كان لانه سبق وكان عندك تجربة معه ارفض له هيدا الطلب للشخص الاناني الاستغلالي بالطريقة الزكية لقلتلكن عنها وحتى نصير ازكياء اكتر وعننا زكاء عاطفي اكتر خلينا نكون او خليني اعمل رح خصص حلقات للغة الجسد لانه لازم بالزكاء العاطفي نعرف نقرأ لغة جسد الاخرين وايضا نحن نعرف ايضا كيف نتصرف بلغة جسدنا وبنبرت صوتنا امام هؤلاء الاشخاص لان هيدا الشي بيمنحك المزيد من السيطرة والمزيد من الزكاء العاطفي لهيدا السبب رح خصصلكن سلسلي من لغة الجسد التي تتعلق بالزكاء العاطفي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة